مساء الخير والهانة والصرور والتفاول والأمل والورد والياسمين والفل وكل حاجة جميلة وكل حاجة حلوة المكان اللي بنعمل عليه لايفات باستمرار هو الانستجرام اللي عنده ينضم دايماً بقول بنشوف المواضيع اللي تهموكم ايه اللي عايزين فيها حلقات ايه من خلال أسئلتكم من خلال كومنتاتكم على الفيديوهات والحلقات وبنبدأ ان احنا الاولى الاهم فالاهم وبنعمل لايفات كل ليلة الساعة 10 موعدنا ممكن نتأخر شوي وانا بقى تزرع عن التأخير الساعة 10 كل يوم تقريباً كل يوم عالق انستجرام معانا لايف بناخد موضوع مهم بنتكلم فيه براحتنا بناخد قراءكم بنتواصل مع بعض وبنتكلم بناخد تعليقاتكم وبرد عليكم في نفسي وعشان كده انا بشكر كل الناس اللي انضمت الموضوع النهاردة بيشغل بالشريحة كبيرة جداً من الشباب والبنات ما هي ممكن برضو يكون مرتبط بوحدة او عجباء واحدة او حبيبته واحدة عنيدة متعجرفة مغرورة ايا كان الاخ يعني تمنوني على الصوت في البداية رجعاً قبل ما احنا نبتدي انا برحب بكم كده وكل سنة وانتم طيبين وبستلنا شوية كالعادة على ما نبدأ نتجمع عشان اكبر قدر يتجمع ولكن هنبتدي بس عايز اقول حاجة في البداية يعني انا عايز اقول نقطة كده في البداية او وضح حاجة في البداية الفترة الاخيرة الفترة الاخيرة كان فيه نوع نوع من محاولة اختراق الحسابات الخاصة بنا تاني عشان الموضوع كان مهم الفيسبوك والانستجرام تحديداً كان فيه نوع من محاولة اختراق الحسابات دي ولكن ولكن سيطرنا على الموضوع تواصلنا مع مباحث الانترنت وانا شخصياً ليه علاقة قوية جداً به وتم السيطرة عن الموضوع ولكن اللي انا عايز اقوله في النهاية باعتذر طبعاً لو كان حصل اي خطأ اي خطأ في الفترة الاخيرة باعتذر لو كان حصل اي رد غير لائق في الفترة الاخيرة انا باعتذر شخصياً وبناء العلي تم تغيير يعني تقم العمل بالكامل لان ده انا اعتبرته تأثير منهم لذلك المحتمل الفترة الجاية هيكون الرد اسرع واكثر جودة وتم تأمين الحسابات وخلاص ودرنا ان احنا نسيطر على الموضوع فانا بتقدم بالاعتذار لو في اي حد تعرض لاي رد غير لائق اي خطأ اي تجاوز اي 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 الموضوع كان فيه محاولة من اللي كل يوم بتحصل على السوشيال ميديا من محاولات الاختراقات وتم السيطرة عليه وده اللي انا كنت عايز اقوله في البداية وهنبتدي بقى في موضوعنا لانه هو مهم واعتقد كده في قدر كبير خلاص دخل على اللايف لو انا ليه حبيب او حد معجب انا بيه او حد انا بتعامل معه بس مغرور او بيتجاهل او عنيد والدنيا معامل الضبطة ايه نقطة ضعفه ونعمل ايه وازاي نكسب قلبه وازاي وازاي مفيش مشكلة في الدنيا ملاجح حل بس انت تعرف ايه هو الحل فيه نقاط ضعف فيه عدة خطوات كده هتعملها او تعمليها وفي الاخر لو ما جابش نتيجة هقولك تعملي عشان كده الحلقة لازم تتسمع من اولها لاخرها عشان الافادة توصل كاملة او واضحة طيب هنبدأ ان احنا نتكلم اول حاجة انت اذا مش قادر تبتعد عن الشخص ده وحابب ان انت تكمل معه اصبحت ملزم ان انت تعرف الحاجات دي والنصائح دي اول حاجة بتعد عن تكبير المواضيع الصغيرة طبع بقى الشخصية دي هتخسرها لو انت عملت كده والعكس صحيح تبعد يعني موقف تافي بسيط صغير ما تكبرش الموضوع لان الموضوع لو انت بس نفختي فيها هيكبر وهيكبر اوي يبا دي اول نصيحة ليك او لي تاني حاجة الشخص العنيد شخصيته كده حاول من حين الى اخر تمدح فيه قدام الاهل والمقرب امشي معايا وفي الاخر هقولك لو انت عملت ده ما جابش نتيجة تعملي احنا ماشيين خطوة خطوة اشبع غروره اشبع عنده لان لو ده الحتة دي ماش بعدش هتطلع عليك انت وتطلع عينك ده احنا بنتكلم بوضوع الخطوة التالتة او النصيحة التالتة اه بعد كده لو في موضوع وبتتنقش فيه وهو متعنت اوي اوي لرأيه ما تقابلش العند بالعند خليك سياسي سياسي ازاي انا راجل من السياسي انا معرفش ان انا اكون سياسي اتكلم بهدوء واسمعوه بس هي دي السياسة رض بهدوء بلاش النبرة العالية والنبرة اللي فيها عصبية وبلاش تقطعو هو بيتكلم هي دي السياسة قلب به سياسة طيب الخطوة او النصيحة اه اللي بعد كده بلاش الالحاح والطلبات المتكررة يعني مثلا في حاجة نعملها هو مش موافق ترجح تقوله نعملها طب اه اه ابعد عن الالحاح الشخصية العنيدة المغرورة ما بتحبش كده ولما تدرس انت في علم النفس وتتعمق او تبقى شاطر اوي هتلاقي ده قدامك من الف به الشخصية العنيدة ما تلحش عليه ولا تطلب طلب متكرر اوي منه احنا ماشيين كده مع بعض ابتعد عن اللوم والانتقاط على قد بتقدر حتى لو هو من وجهة نظرك يستحق بلاش كله لان انت كده بتحسسه هو اصلا عقولكم على حاجة الشخص العنيد ده والمغرور شايف نفسه انه هو شخصية واو قوي فانت لو انتقدته او قعدت ان انت تلومه انت كده بتديله احاق ان انت مش مقدر ومش محترم وعلى طول بيبدأ انه هو يفتح بقه زي التنين كده ويطلع نرفه ده الفعل وده رد الفعل تمام وماشيين وانا زي ما بقولكم امشوا معايا وفي النهاية لو ما جابش نتيجة اقولك تعمل الاهتمام بالنفس خاصة للانسة الشخص العنيد او المغرور ده بيحب انه يحس ان اللي معاه مميش شوي فحاول ان انت على قد ما تقدر او حاول انت بقى كانسة ان انت تهتم قوي بنفسك وتعملينه الاكلة اللي هو بيحبها يعني الحاجات دي بتفرق قوي معاه ويا السلام لو انت عارفة طلباته كده بتحضريها قبل ما هو يعني يطلبها وكل الرجال تحب او الاكل الزو والوحدة الشيك على فكرة يتطفقوا جميعا في النقطة دي والوحدة اللي بتغير من طريقتها وسط طيلها كل فعل طبعنا بقى سمعت كلامك يا عم محمد وزيد وعملت ده ولا حياته لمن تنادي تعبت وما وصلتش لحاجة هتعمل ليه بعد كده مش انت عملت كل ده وصبرت فترة وما فيش نتيجة ده لو حصل وانا اشك ان ده ممكن يحصل يعني الا اذا كان شخص مريب نفسيا اقلب بقى الموضوع وعمله بنفس معاملته تمام عامله بنفس معاملته زي ما بيعمل معك اعمل طب عملته ما وصلناش لحل عفوا عملت كده برضه ما وصلناش لحل كده قدام خيارين ما لهمش تالت يتكمل مع الشخص ده بالشخصية دي لو انت متعلق او مش قادر انت تبعد عنه وتبعد عنه وتشوف حد تاني يتوافق معك ويحتويك وتحتوي بس انا دايما بقول ما احناش هنخترح فلسفة حياة يعني انا دايما بقول مش هنخترح فلسفة حياة هي الحياة كده تمام انا بلاقي شخص مش بيتغير وبيعمل حاجات غلط باخده بالسياسة بالهدوب بحتويه بفهمه ان كده غلط بهدوب بعدين ما جابش نتيجة بصعد بابدأ ان انا اعمله بنفس معاملته وقابله ودوقه من نفس الكاس بعد كده ما جابش نتيجة يبقى قدامي خيرين مالومش تالت يكمل معه على كده عشان مش قادر ابعد عنه يا اما سيبه واشوف حد تاني بقى ما ينكدش علي وده اللي انا عايز اقوله قلو رأيكم في الحلقة انا جبت الخلاصة انا مش هتحك عليكم وديكم نصائح زائفة انا بقولك تعمل كده هتلاقي كده ما حصلش كده هتلاقي قدامك كده وما قدامك شغل كده وده رأيكم في الحلقة كالعادة نقيمها كده تاخد كم في المية وانا بقرأ التعليقات واللي عنده استفسار جوا الموضوع برا الموضوع مطولين مع بعض هنمدح مع بعض الليلة وهنطول موارج غريكم وانا هبدأ ان انا امص على التعليقات دلوقتي ايه دخل انسة العقرة بتاع بتني انا مفهمتش الاسد والحمل عنيدين ولكن متوافقين حلقة ناجحة تسلميلي انا ايه والله دواته من نفس الكاز بس هو ايه مفهمتش انا معاك 100% 99% اضربه بسلاحه وخلاص وخش السجن ويلا اميرة بتقول 1000% تسلميلي راجل برج العقرب وتجاهله وعنده لاني غير تعليه كل ده في راجل برج العقرب ما انا لسه بقول ما هي ذي النصائح ايه امشي بالخطوات اللي احنا وانا انا شايف ان الناس كلها بتشكر في الحلقة وبتديها 100% بلص هو حد بس اللي ده 99% ولكن عادي نسبة عالية برضو ازاي انتقم من رجل العزرق يا جماعة يعني دي عايزة حلقة وبعدها انا عايزة افهم ايه طبيعة العلاقة حب صداقة دلوقتي هو بعد عن الخيان افهم بس عشان عارف ارد على سؤال زي ده ادخل لانص العقرب ازاي بتتقل والغموض واحدة واحدة وخليك مميز على قد ما تقدر انا فهمت دلوقتي لولا بتقول صحي فعلا للسرطان والاسد متوافقين لا يا اميرة مش متوافقين التوافق الامسل ولكن مش معنى كده ما ينفعوش لبعض معنى كده ان هم في حاجات كتيرة اوي في بعض عكس بعض فلازم ان احنا ندرسها الاول مونة بتقول حلقة نجحة كيف انتقم من بور برضو كيف انتقم السرطان والاسد متلسة مجاوب انا حوت وحبيبي من برج العزرق اتعامل معاه ازاي والله هي النقطة او النقطتين الاغلص في العلاقة دي والسبب تعبها ان انت رومانسي اوي وهو مش رومانسي وان انت حسسها وهو بينتقدك فدي فيه تقبلي بقى لان هم دول اسوأ صفتين فيه عليك انت كأنسة حوت ما يتغيروش لانه في طبعه انا قلت يعني عصبية الاسد ما تتغيرش رومانسية الحوت ما تتغيرش عند الجدي ما يتغيرش تطنشد داله ما يتغيرش فيه ابرك فيها السوابت لا يمكن تقدر ان انت تغيرها فلازم تتقبلها وتبص للحلو مع الوحش بقى نتبص النص الكوبية اللي هو يعني المليان النسكافي بتاعي بريد نسيت و وعدت اتكلم معكم فانا هاخد بقى عشان اعمل رفريش النفس كده حد ياخد يا جماعة من اللي بيحب النسكافي حد بيحب النسكافي بس هيشرب مكان برج الحمل و برج الطور كتير بحيو والله والتوافق صعب ولكن يعني نهدى شوالا ان اللي عنده مسيطر قوي على علاقة دي ومخلها متوترة انا اسد وهو جادي المركب اللي فيها رايصين غالبا بتغرق فاحنا مش عايزين هتغرق يعني شوية تنازل على نخفل عندي شوية بس انا برج الميزان وفي علاقة مع رجل برج الطور واحس ان يحبيني كيف اخليه يعترف بمجانا رجل الميزان والله الطور ده عشان يعترف بمشاعر وبيحتاج سنوات فلا استبى استبى ونتقل ونمشي خطوة خطوة كده لان حتى لو الدنيا جات بسرعة ما بيمل بيحس ايه ده ايه ده ايه هي شكرا لعين التالتة ما فهمتش كيف ازيد التوافق بين الحمل والسرطان ما هو التوافق صعب الحمل ده لو رجل يفزع انسة برج السرطان يخضها يخليها تصحى على كوابيز بالليل مندفع متهور ما انا حمل وبقوله هو وهي حساسة اوي بسكوتة اوي وكيوت اوي فيجرحها بسهولة اوي فهو اللي ياخد النصيحة مش هي بس هي بتعمل دراما بقى هي حتة النكت لو انسة السرطان فهو ما بيحبش النكت فيتخنع منها اكتر ويزود عليها خطيبة اقرب واخترق لحساباتي كلها ويهددني بالانتحار انا سبته احكي لنا كل برج كيف بيشوف حاله من حاله ايه حاله من حاله دي انا بحب انسكافيب اللي شوف حاله من حاله انا والله ما فهم يعني شوف حاله من حاله دي ما هي الشيء اللازل هي تغير في رجل العزراء اللي التبارد والانتقاد والبحث عن المثالية والمقارنات اللي اربع اشياء دولهم اصعب وميزات فيه رجل حوت وانسة حوت والتجاهل بينهم ومش تجاهل وزعل يعني كل واحد زعلان بس مستني التاني يقول له عامل ايه لو قال له عامل ايه هيقول له فينك تعبتني من زمان ده انا ما بنامش وهيجيب كل اللي عنده يعني انا رجل السرطان وهي انسة عقرب حاسس ان هي معجبة طافق علي اوي بينكم اوي مش عارف اتعامل ايه الخطوة اللي جاية والله الرجل لازم يكون شجاع شوية قرب على مهل كده حاول ان انت تتكلم معاها حاول ان انت تبدل جدية وحسن النية بس ما تخشش مرة واحدة اوب حبك عشان انت كده ما بتحبش يا العقربة كده طافق انسة العقرب مع رجل الحمل صعبة اوي صعبة صعبة وعند وهي تحاول تمتلك العقربة وهو تملك اصلا وهي شكاك هو متنال على عينه شكاك زي حالاتي فبيلبسوا اوي في بع رغم ان هما في الانجزاب ينجذبوا رغم ان هما في الصداقة يمشوا رغم ان هما في العمل يمشوا في الحب بقى هي دي الكارسة شوية طب انا عملت لقول لها قال تعالي وما فيش فايدة اعمل ايه تانيس بيه السرطان والقص ايه التوافق بينهم يا صعب سيادتوافق بينهم خمسين خمسة وخمسين في المية وكده انا مكرمكم في خمسين في المية عشان بحب اكون ايجابي وما احبتكمش كده انا مكرمكم في خمسة في المية المرأة التي تبادر كيف تصحها غلطها والله تتقل بقى وما تحسوش انها ميتة عليه بقى وتحسسوا انها ندمانة شوية وان ده اول حد تقول له كده وما تعرفش ازاي هي قالت كده والكلام ده برضو بيفرق يعني نحاول نجمل الصورة مش هنعرف نشطب او نمسح كل اللي كتبنا بس هنجمل بقى زي الواحد اللي مسك ورقة ولغبط فيها فهيعمل ايه ورقة الاجابة او اللي هنجمل بقى سطر كده ونسق على قد ما تقدر صح والله ما فيه توافق زودوزة ايه الاسم الصعب ده انسى انسى التور مع رجل الحمل ما مدى التوافق خمسة وخمسين في المية ماكسموم ستين في المية ايه طيب انسى الحمل مع الحمل اغف طبعا فيه توافق ولكن يعني التوافق يصل لسبعين في المية خمسة وسبعين كمان ويزيد مع العشرة وفي علاقات ايه يعني وحد يقول عايزني سكافي بس هيشرة مكان بس طيب هنكتفى جماعة بالقضي ده موعدنا كل ليلة بشكر كل الناس اللي انضمت كل ليلة الساعة عشر موعدنا لايف مهمة على الى انستجرام كل سنة وانتم طيبين وتصبحوا على الف هنة وخير وسعادة